السلام عليكم تخلص رسالة الإسلام لتوجيه جميع الأفراد إلى تمثل سلوك الاستقامة بما يشير إليه هذا المفهوم من ثبات وتمسك بالطريق الصواب في العبادات والمعاملات والتي في النهاية تقود لرضى الخالق عز وجل قال تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الاستقامة الحق هي النقيض للانحراف والطغيان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير وهذا الانحراف يجسله الفكر الضال لجماعة الحوثي ومشاربها العقدية التي تفسر الاستقامة على أنها تلزم جميع الناس دونا عن زعاماتهم أو من تطرق عليهم أعلام الهدى ولا إما المعصومين فهؤلاء منزهون عن الوقوع في الأخطاء ومن يشككوا باستقامتهم فقد مس بقدسيتهم واحتمل إثما عظيما الأمة تحتاج إلى أعلام هدى يقدمون لها القرآن كما ينبغي هذه هي الحقيقة يقدمون لها القرآن بحر لا يدرك قعره وهنا ستعود الأمة إذا عادت إلى أعلام الهدى إلى القرآن الكريم من خلال أعلام الهدى والمولى تعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون إنها للقسمة الضيزة أن يصبح رموز الفتنة والإجراء مثانا للإستقامة بينما تنطبق الصفة البشرية على بقية الخلق وهي هالة القدسية الزائفة التي تحاول الخرافة إحاطة نفسها بها منعا لتسرب الوعي وانكشاف البهتان وقال في شأن أهل البيت عليهم السلام كنتم حير أمة أخرجت للناس الإنبياء وقد اختصهم الله برسالاته لم يحصلوا على هذا السكي والاستثناء وظلت صفتهم البشرية تلازم مشوار حياتهم ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير وما مسني السوء وقد أمر الله نبيه بالاستقامة فاستقم كما أمرت وإذن فالناس جميعا أولى بالتزام سلوك الاستقامة ناهيك عن عتاولة الإجرام وزعماء العنصرية الذين يدعون الوصول إلى مرتبة اليقين والدعاء للاستقامة بينما يغرقون في الإجرام والإنحراف من أعلى الرأس إلى أخمس القدم لكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء يتعل الله ورثه وعلى مبدأ افتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصولا إلى سيد حسين بن بدأتين حوز في ملازمه ينظر الهالك حسين الحوثي للإستقامة كتحصيل حاصل فخلاصة وجهة نظره لمؤاصفات المستقيم هو من يؤمن بفكر الجماعة ويخضع لمشروعها العصري حيث يعتقد الحوثي والجارودية الهدوية بصورة عامة أن الصراط المستقيم في الخطاب القرآني إهدن الصراط المستقيم يقصد به الخضوع للسلالة ومشروع البطنين الإجرامي وأبعد من ذلك يزعم أن ما جاء في الآية الكريمة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ينطبق عليه وزمرته العنصرية هذا الإسقاط المسيء لمحكم تنزيل كتاب الله تعالى شطط وبهتان يحاول تكرسه على الأتباع كواقع ويجب على من لم يصدقه أن يراجع إيمانه فهو القرآن الناطق وقرير القرآن كما تسميه عصابته السيد العلم بل قائد العلم وأنت فينا إمام السير والركض مرتبطا بالإزيولوجية الإلهية أطبانية إنه يرى بنور الله وهذا المؤمن التقي القرآني المحمدي العلوي الحيدري يقول يا جيدي نعم قجل منك أتيت من نور طاها أيها العلم أتيت من داخل القرآن تذكرة كما أتت غافر والصف والقلب مقاصد الدين السوية لتهذيب العباد وجعلهم عبيدا لله وحده ومنها الاستقامة كنظام أخلاقي عظيم تحاول هذه الجماعة إخراجها عن معناها وجعل العقفي يبدو المستقيم المثالي وأما عطاولة الإجرام من قادة السلالة ومنظريها فترى أنهم فوق فكرة الاستقامة والعياذ بالله وبعيدا عن الواجهة المثالية التي تحاول العصابة الحوثية تقديم قادتها للمجتمع وتسويقهم كأعلام هدى ومصابي حدوجة تبدو أفعالها ترجمة حقيقية لطبيعة أخلاق قادتها وانحراف سلوكها ويمكن القول إن الحوثية إن سلكت واد فإن الاستقامة ستسلك واد آخر لا شك كيف يتأتى لجماعة يقوم مشروعها كليا على فكرة عنصرية منحرفة تفرز الناس عرقيا وتدعي التمييز عليهم ولم تتورع عن هدم أسس الأخلاق وقيم المجتمع على سبيل المثال للحصر خطف النساء وتلفيق التهم البذيئة بحقهم لتحقيق أهداف سياسية نتذكر ما قاله تقرير الفريق الخبراء عن سلطة زابن لم يكن القتل والنهب وإطلاق المجرمين على ممتلكات الناس والاعتداء على الحريات العامة وتفجير المساجد وتحويلها إلى ثكونات والاعتداء على النساء وقنص الأطفال أعمالا تمضي بخط متوازن مع الاستقامة سلوكا وتطبيقا وإنما هذا هو الحوثي ومشروعه الإجرامي إلى اللقاء